هذا ورأى مراقبون أن عبد الوهاب الساعد ظل طوال فترة خدمته في جهاز مكافحة الإرهابة بدأ معركة سياسية طرفها الرئيسية الميليشياتة التي استعصى عليها اختراق الجهاز في عهده وأكدوا أن قوة الساعد جاءت من دعم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظم له عبر إعادته عام 2020 إلى جهاز مكافحة الإرهابة وترقيته ليصبح رئيسا لها لافتين إلى أن الكاظمي الذي سبق له أن ترأس جهاز المخابرات العراقية على وفق مع قادة الميليشيات الشعية التي صلتت عليه ضغوطات شديدة أثناء رئاسته للحكومة وأضافوا أنه منذ رحيل الكاظمي يتخوف الإطار التنسيقي من احتمالات قيام جهاز مكافحة الإرهابة بتحركات ضد موالي طهران في ظل قيادة الفريق الركن عبد الوهاب السعدي لذلك زرعوا عددا من الضباط التابعين للفصائل في مفاصل قيادته داخل الجهاز لتقويض قدرة الساعد على القياب بأي عمل عسكري منفرد وفي النهاية تم إقالة عبد الوهاب السعدي ليصبح الجهاز تحت سيطرة موالي إيران بشكل تام